السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير جميعا أو صباح الخير حسب الوقت اللي انت تشوفه في الفيديو معك يوسف عبد السلام وان شاء الله المحتوى هذا خاص بتعلم أو تعليم اللغة الإنجليزية حبب ان نقول لكم كل عام انتم بخير وصحة فطوركم نخش في المضوع طول ما نطولش وخلونا نبدو في جديات البرنامج هذا هتعرف الكثير والكثير عن المفردات اللي انت تعرفها أو عن المفردات الجديدة المهم والهدف من هذا البرنامج انك انت تعرف على قد ما تقدر من المعلومات عن الكلمة عشان تعرف كيف تستخدمها وتعدد استخداماتها وتقدر تستخدمها بدقة وسهلاسة نبدو مع بعض احبتي قبل ما نبدأ تكون عندك انت بجنب الكراسة وقلم عشان تسجل ملاحظاتك لو في معلومة مهمة وكذلك تسجل الدقيقة اللي فيها الملاحظة عشان ترجع لها بعدين او المعلومة عشان ترجع لها بعدين ممكن انك انت تكتبها بالراحة عليك او انك انت اتراجع للمعلومات هذه لو هي مثلا فيها بعض الصعوبة كذلك تكتب بعض الاسئلة اذا كان عندك اي اسئلة عشان تقدر تكتبها في التعليقات ما نبيش انتباهي يكون مشتت حاول انك تركز معي البس السماعات ونتوكل على الله كلمة wonder is believed in English so let's know more about although although is a conjunction ما معنا كلمة conjunctionョない list كلمة conjunctionrinaLhi أداة ربط ما بين جملتين أو عبارتين so although is a conjunction that is often or often used to show a contrast البالي الأختلاف أو التبايون but sometimes it can be difficult to know when to use it in a sentence there are a few simple rules to keep in mind when you're constructing a sentence that includes although by sticking with a basic format and avoiding common mistakes you can start using although in your everyday conversation and in writing كلمة although مهمة جدا إذن although كلمة مهمة وتستخدم في المحادثة أو الكتابة وبشكل شائع جدا عشان نعرف كيفية تستخدم من الضو وركزوا مع بعض. in other words we can use although to conjoin two sentences to show they're different there are a plethora of expression that can be used as although yet we will explore these expressions later. إذن كلمة although تستخدم للربط كنجوين كنكت لينك كلمة كنجوين تعني link أو كنكت أو كنباين جملتين two sentences two sentences ركزوا لي على two sentences لأننا حنحتاجوها بعدين عشان توضح أن العلاقة ما بين هذه الجملتين هو اختلاف. طبعا في تعبيرات كثيرة تعني أو ممكن أنها تستخدم ولكن احنا حنشوفوها بعدين إن شاء الله. المصطلحات اللي لازم أنك أنت تعرفها قبل ما نبدو الدرس هذا واللي هي نبدأ أول نقطة أحبتي في الله مع بعض واللي هي إذن أنت عندك اختلاف أو تباين ما بين جملتين أو ما بين معلومتين فأنت تستخدم although لتوضح التباين أو الاختلاف ما بين هذه الجملتين أو المعلومتين اللي حابة إنك أنت أتوصل للطرف الآخر عن طريق الكتابة أو عن طريق المحادثة. هنا تباين أو اختلاف ما بين جملة كيف نوضح الاختلاف هذا من خلال استخدام هذه الكلمة إذن هذه كل عبارة عن جمل حاولنا نحن ننوع في إن نبدو بي although أو نخله although في الوسط. لو بديت ب although طبعا لازم ننوه إن although تربط ما بين two simple sentences. شو معنا كلمة simple sentence أسمح لي ننضيف لي معلوماتك لو أنت بتعرفش معلومة هذه. عندنا أنواع أربع من الجمل واللي هي simple sentence compound sentence complex sentence and compound complex sentence. simple sentence عبارة عن أقل شيء اللي هو subject الفاعل أو المبتدى وكذلك الفعل. فإذن although تستخدم للربط ما بين جملتين بسيطتين. إما استخدامنا ل although في البداية وبعدين كما وثم الجملة الأخرى أو إن although في الوسط ولكن في كما قبل although. let's not forget that. a contrast is when you want to show that two things are different. whereas comparison is when you want to show how two things are similar or different. don't use although to compare things as this won't make any sense. إذن although تستخدم لتوضيح أن شيئين مختلفين. إذن التباين أو الاختلاف هو التوضيح أو قول أن شيئين مختلفين. أما المقارنة فهي لتوضيح ما هو الاختلاف. where do we put although. you should know that. you need to position although at the beginning or middle of sentence. although may start a sentence or it may show up in the middle of a sentence as a conjunction. إذن although يأما تكون في بداية الكمباوند سنتنس. إذن although لما تكون في جملة أصبحت كمباوند سنتنس. السنتنس كلها كمباوند. واللي هي عبارة عن simple sentence one simple sentence two وكونجونكشن اللي هي أداة والربط في حالة الدرس هذا اللي هي although it cannot end a sentence يستحيل ومن الخطأ أنك تكتب although في نهاية الكمباوند سنتنس. إيش هي الكمباوند سنتنس؟ برافو. اللي هما two simple sentences اللي مربوطت ببعض. فما تكتب simple sentence one, simple sentence two بعدين تكتب although في الآخر ركزوا على المعلومة هذه. it cannot end a sentence. make sure that you are using although as your first word of the sentence or after a comma in the middle of a sentence. let's see some examples. although تايمي was tired. she continued to study. لاحظوا استخدمنا although في البداية. بعدين كومة. بعدين الجملة الأخرى. I love pizza. although it gives me heartburn. إذا بدأنا بجملة simple sentence. although simple sentence. طبعا heartburn ما لهاش علاقة بالقلب ولا بالمشاعر. heartburn اللي هي بيسوا عليكم الحموضة أو حرقة المعدة. the third example is although my family drives me crazy. I couldn't live without them. although my family drives me crazy. بالرغم من أن عائلتي تصيبني بالجنون إلا أنا إلا أنا اللي لا أستطيع العيشة بدونهم. ليس فقط كافي أنك تعرف معنى although باللغة العربية أو المعالي المختلفة أو التراجم المختلفة ل although المهم أنك تعرف اللغة الإنجليزية أنك كيف حتستخدمها. وأكيد مهم أنك تعرف معناها عشان تقدر ترجم إذا كان أنت مترجم. لكن الأهم أنك تستخدم although بالطريقة الصحيحة. تعرف لأم تستخدامها وكيف استخدامها ووين مكانها في الجملة. what comes after although follow the subject or noun with a verb to describe the action. after you place the subject of the sentence include the verb that describes the subject's action. the verb goes right after the noun or pronoun the sentence. In other words, we do not use sentence fragments after although we do not use only a noun or only an adjective. We use a subject and a verb. in a nutshell, we use a sentence after although. We do not use a sentence fragment. We do not use only a noun for example, after although the party comma blah blah blah. No, we do not use an adjective after although only we do not use a noun. We need a subject and a verb after although for example, in the sentence, although the beach was crowded, we still had a lovely day the noun that follows although is the beach in the sentence and the verb that follows the beach is was and the end of the sentence is crowded. the beach was crowded. this is a simple complete sentence. although the beach was crowded we still had a lovely day, it is one sentence. Bravo! A compound sentence. in the sentence, I ate the whole sandwich although it tasted terrible the pronoun it stands in for sandwich in the second half of the sentence. إذن ممكن أن نستخدم noun أو pronoun ولكن لازم أن يكون في جملة بعد although. let's remember although tired Tammy continue to study. it's not a correct sentence. ليش لأن بعد although جبنا fragment واللي هو adjective بس لا إذن معلومة مهمة جدا للأشخاص المهتمين بالكتابة أو باللغة الرسمية. although تستخدم في اللغة الرسمية. although appears frequently in English but it works the same as other contrasting conjunctions such as though, despite and in spite of. if you want to sound slightly more formal then using although may be a good choice. however, if you're trying to sound more casual, not formal then you might want to go with something like though instead. إذن عرفنا معلومة إن although تستخدم في اللغة الرسمية أكثر. أما في اللغة غير الرسمية أو اللغة الكاجوال العادية هذه العمية. نستخدمه though بدلا من although. despite and in spite of may also sound somewhat formal so you may want to reserve these words for more formal communications as well. إذن عندنا حاليا although formal despite formal in spite of formal though casual عمية ورسمية. طبعا despite and in spite of هنتكلم عليهم في فيديوهات أخرى لأن مهم جدا المقارمة بين although وبقية أخواتها. ننتقلوا إلى النقطة الخامسة أحبتي واللي فيها معلومات مهمة جدا نتمنى أنك تركزوا فيها معايا. do not always use although interchangeably with though قبل اللحظات قلت إن though هي casual although formal يعني إن نقدر نستخدمه بشكل عادي نستبدال واحدة بالثانية. صح؟ لا. مش في كل الحالات. although and though can be used in some of the same instances but though also works as an adverb. since although can only be used as a conjunction you can't use it in all of the same situations that you can use though. ما معنى هذا؟ معنى إن although هي أداة ربط ما بين جملتين أما though فممكن نستخدمها كأداة ربط ما بين جملتين أو كظرف في جملة. إذن شون معنى كلمة الظرف في جملة. معنى إن ممكن نستخدم though في simple sentence فقط. من غير أي ربط بجمل أخرى. تمام؟ ناخدوا تشوف المثال. yesterday though the mall was busy. شوفوا المثال ثاني ولو أوضح بكثير. وعندنا في كلام مهم جدا. أوكي. I'll come. I'm not staying late though. فنوضح هنا قصة استخدام though ك-adverb. في هذا المثال I'll come full stop. إذن عندي جملة انتهت بال full stop. ثم عندي جملة أخرى والتي هي I'm not staying late. في هذه الحال though لا تعتبر أداة ربط ما بين الجملتين. إنما هي استخدمت adverb. لكن لو استحبنا أن نستخدم though أو although كأداة ربط كيف نقولها I'll come, although I'm not staying late. I'll come, though I'm not staying late. Avoid using although in place of however. These words have similar meaning. وهذا اللي دائم دائم نكرر فيه. These words have similar meanings. صح إن although تستخدم بنفس الطريقة التي تستخدم فيها however واللي هو to show contrast. صح هم اتنين يستخدموا لتوضيح أن الجملتين أو المعلومتين متباينتين أو مختلفتين ولكن ليس بنفس الطريقة. نشوفوا مع بعض. إذن نفس المعلومة اللي احنا يخذناها بخصوص though. ممكن تكون أداة ربط ما بين جملتين. وممكن تكون في simple sentence لوحدها. ممكن تربط وإن شاء الله لو تكلمنا على writing هنوضحه شنقصة الأدفرب هذي. نشوف الأمثلة مع بعض ونحاولوا نفهمه. although she was busy she still made time for lunch. although لربط two simple sentences. however she was busy she still made time for lunch. ما الخطأ. استخدمنا however كconjunction وهذا خاطئ. لماذا؟ لأن however دائما لما تستخدم however لازم بعدها كوما. وحاليا ما نستخدم however في البداية كوما وبعدين جملة وبعدين كوما ثانية. لا تستخدم بهذه الطريقة. لو استخدمت however في البداية فهي تستخدم كadverb. واللي هو الجملة رقم ثلاثة. however there was no need for a second opinion. وعلى أي حال. وبالرغم مما قيل آنفا. there was no need for a second opinion. هذا استخدام however في البداية. ولكن لو حبينا أن نستخدم however في الوسط. كأداة ربط. كيف نستخدمها؟ نقولوا. مثلا ناخد المثال الثاني. she was busy semi colon واللي هي الفاصلة المنقوطة أحبتي. she was busy however she still made time for lunch إذن قبل however بيكون في semi colon وبعدها هذه تحطها في الوسط للربط. تصبح however هنا conjunction. مش هتكلم على however بشكل مصهب. أهم شيء المعلومة تكون وصلت. وإن شاء الله حنكملوا عليها في الفيديوهات أو الدروس القادمة. خلا ناخدوا the tip البسيطة. هذه برغم مني نشرحتها. however sorry tip however can begin a sentence or it may come in the middle of a compound sentence after a semi colon or semi colon بالأمريكية always follow however with a coma no matter where it appears مهم جدا. although may begin or divide a sentence into two parts but it doesn't require a coma after it only before it if it's in the middle of the sentence. عندنا بعض الاختلافات ما بين however تحاول ان يلخصها. ما بين however although تحاول ان يلخصها. although تستخدم كconjunction فقط للربط ما بين الجملتين. إذا استخدمنا although في البداية فهي مش محتاجة كومة بعدها. استخدم although في البداية وبعدين كومة وبعدين الجملة الثانية. although جملة كومة جملة. أما however لو استخدمتها في البداية فهيكون زي المثال الثالث. however طبعا و simple sentence بعدها. الاختلاف الثاني لو جينا however في الوسط هنحتاج إلى simple sentence although ونكمل simple sentence ثانية. نعود لو حبينا نستخدم although في الوسط هنستخدم simple sentence بعدين although وبعدين لو استخدمنا however في الوسط كconjunction مش adverb إذاً حيكون simple sentence however بعدين simple sentence الأخرى. نتمنى أن يكون الكلام هذا واضح. دائماً في بعد however مهما كان مكانها. سواء كان في البداية أو في الوسط. لو في البداية حيكون وبعدها ولو في الوسط حيكون سمي كولن however كوما. نتمنى أن تكون المعلومة واضحة. إذا كان هذا الدرس الخاص ب although وإن شاء الله حيكون في فيديوهات أخرى للمقارمة بين although وأخواتها مثلا though despite in spite of all be notwithstanding whereas how be even if while طبعاً نفصلوهم while yet مش مش مع بعض. أنا أسف جداً هذا خطر في الطباعة. مش while yet while بروحة yet بروحة هذه كلها أخوات although تستخدم في to show contrast هنعرفوا الاختلافات زي ما عرفنا الاختلافات ما بين although although والاختلافات ما بين although وهوذا كذلك في اختلافات أخرى ما بين although وأحدى أخواتها. أسف جداً أني طولت عليكم بس الموضوع مهم جداً مش حابب أن أي معلومة تكون نقصة عندكم. وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد بالنسبة ليكم. ونتلاقوا في درس جديد. كان معكم أخوكم يوسف المحب الحريص على فائدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.